السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تلاميذ الأعزاء تلاميذ السنة الثانية متوسطنا في الصفحة 27 اليوم ان شاء الله راح نحلو تمارين صفحة 27 وتلاميذ صفحة تمارين صفحة 28 هنا قال لك معدر راح ننصف وخلينا منها هذه تمارين الأول I look at the pictures of garments and cross out the wrong world هنا قال لك راح تشطب عليك إجابة الخاطئة أنا الإجابة الصحيحة راح ندين لكم في دائرة أول شي هذي اسمهم sleepers ولا flip flop الإجابة الصحيحة هي sleepers الإجابة الثانية flip flop هما هذو مع أنت الإجابة الخاطئة هذي والإجابة الصحيحة اللي راح في الدائرة هذي اسمهم sandals هذو sandals قلت لكم وهذو high heels اللي فيهم طالو نسمهم high heels هذي وسمهم cowboy boots هذو كل اللي بوت تعال cow boy hiking boots هذو اللي يطلعوا بهم من الجبل glasses اللي هما تعال الطبية و sand glasses هي النظارات الشمسية هذي نسموها hat وهذي نسموها bonnet هذي نسموها cap الكسكيطة الحزام نسموه belt اللي شاق نسموه نسموه scaf تقاشر وسموهم socks هذا نسموه mont نقولو coat هذا اللي فيه هنا يزعم نقولو كرغول اللي في الرقبة نسموها v neck sweeter وهذا اللي يجي هنا ما فيهش الرقبة يعني يجي v هكذا نسموهم trats trats oh my god صعيبة sweet term هنا نسموه haudi haudi هذي leggings هذي كما نقولو حلال فيزيك هذي nightie هذي pyjama وهذي hipsters اوكي hipsters والان وسمو صفحة 28 هذي وش نسموه نسموه football boots معناتها الباسكت تاع الفوتبول فوت تاع الفوتبول هذي نسموها trainers trainers هذي نسموها sneakers اوكي هنا هنا shorts shorts يجي شوية طويل اوكي و swimming sweat معناتها اصلا تاع السباح يجي شوية قصر اوكي اللي يجي قصر هو تاع swimming تاع السباحة ولي جي شوية طويل نسموه shorts اوكي هنا تريكم نسموه t-shirt عادي هذي نسموها shell sweat shell sweat اوكي وهذي نسموها track sweat track sweat وهذي swim sweat swim sweat اوكي فهمنا هذي معناتها الماء وتاع السباحة متفاهمين الان نروحوا لصفحة 29 قليك هنا اخترنا التسريحة الملائمة هنا قليك short hair شعر قصر with a center part معناتها center راهو دير الفرقة في الوسط الإجابة الصحيحة هي هذه هذه short hair with a side part راهو دير الفرقة وين في side يعني اكوت هنا marine haricat marine haricat معناتها اللي يكون هنا محفف هكذا قصير ومخلي هنا الفوق وهذي short haricat haricat معناتها يكون محفف وقعتك قليل سو الإجابة الصحيحة هي هذه روحوا بعدها عندي هذه شوفك فريحك مشعرتها هنقولو she wears her hair in a ban ban هي هذي كما نقولو ديرو كما نقولو احنا بليت بليت معناتها الأظافر دفيرة كما نقولو احنا دفيرة اوكي هنا هي الإجابة هي she wears her hair in a pony tail هنا pony tail معناتها كما نقولو احنا كوتشيفال معناتها ذيل ذيل الحيصان ولا كيف نقولو احنا اوكي she wears الحيصان اشتو ذاك البوني ذاك الحيصان الصغير ور ذاك القصير المكشد هذك هذك the dreadlock dreadlock هذو الاذو هذو الاذافير تعل اخر اسعنوا هذو الاذافريقيين كما يعلمو هذو الاذافير في شعرون هذي هذي هي والان رنا في الصفحة 30 هنا وش لك بعض الصيفات وقال لك حوس الى الدكسيونر وحوس لمعنى تحتهم يعني هذي تعاملوا المعنى باللغة الإنجليزية ولكن هذه سنتستعملوا ديكسيوني معنى الأستاذي يجب لكم ديكسيوني وتحوسوا على المعاني ولكن أنا لخصت عليكم درت لكم المعنى التاعهم بالعربية باش تفاهمهم أكثر هذا الدروس تقريبا بعض الأساتذة ما يديرهمش في هذا الصفحة هنصم معنى نقوله آنيق شكون للراجل ما تقولهش المرأة مرأة ما تقوله هنصم كتشوفه آنيق جميل معنى تراه هو لبس حطة كما نقوله هنا بالعربية كيوت كيوت كي نقوله هذي الحاجة كيوت معنى تها جذاب ولا جذابة شارمين معنى تها ساحر إليغانت معنى تها أنيقة المرأة أنيقة بريتي معنى تها جميلة المظهر هذو هم المعنى التاعهم باللغة العربية روحوا للتمرين رقم الثمانية هنوش قلك هنوش شوفو عطالكم واحد الجدول أعطالكم واحد الجدول فيها الهير الشعر العينين نوس نيث هايت الطول كلوذس الملابس الهيئة كيفاش يقولوا الهيئة تاعك كيفاش دايرة اوكي؟ وهنا أعطالك مجموعة من الكلمة انت راك رايح ترتبهم كينقولوا بلاك؟ كينقولوا بلاك؟ هنا راح نهضروا للشعر هير اوكي؟ بلو عل العينين براون عل العينين كما يقولوا بلاك؟ اوكي؟ ريد على الشعر غري اوكي؟ غري على العينين. كيرلي على الشعر. ويذي على الشعر. على الشعر. على الشعر. على الشعر. خلاص. طول على الشوف. طول على الهايت. اوكي. على هذه. شورت ايضا. بيج على البلد. فات على البلد. ثن على البلد. سليم على البلد. سكيني على البلد. وشرونج على البلد. خلاص. هنا الملابس. كتن. النوع تعالى الملابس. سويتر. جامبر. سكيرت. شورت. جينز. شعر. ساندلز. هذو قاعد يروم هنايا. على الكلوذس. اوكي. كلوذس. وبعد وش عادنا. هانسم. كيفاش المظهر التاعه هنايا. good looking, huge, charming, elegant, beautiful, pretty هذو كامل يجو هنا هذي رأتيكم يعني بصفة كما يقول لك quick يلا هالآن نروحوا للصفحة 31 التمرين رقم 11 للصفحة 31 وش قال لك I match definition each definition with the corresponding words أعطونا كلمات وأعطونا التعريف التاحة المثل الأول a person who can't see الشخص اللي ما يقدرش يشوف وش نقول له a blind person يارب يسمحنا كيما نقوله احنا الشخص الأعمى فهمتوا هنا a person who can't speak الشخص اللي ما يقدرش يهدر نقوله a dumb person كيما نقوله احنا يارب يسمحنا بكوش اكي a person who can't hear كيما نقوله احنا الشخص الأطرش نقوله a deep person اكي ولكن من الأحسن كان بعض المصطلحات نستعملهم نقوله مثلا الشخص الذي لا يستطيع الرؤية الشخص الذي لا يستطيع السمح هذي من الأحسن هنا وش عدنا a person who can't see نقوله له هذا visually عفوا impaired person عدنا هنا a person who can't hear well نقوله a hearing impaired person هنا a person who can't speak ولي ما يقدرش يهدر المليح نقوله a speech impaired person وهنا عدنا a person who can't walk لما يقدرش يمشي هذي الإجابة رهم عطوها هنا a paraplegic person a paraplegic person معدنا الإنسان اللي ما يقدرش يتمشي قالك هنا في التمرين رقم 12 أعطونا الصورة وقالك اخرج من هذا التمرين الأسماء والتي هذي رأي سهلة تشوفي هنا يا وش تقول a speech impaired person اكتبها a parapleg person and hearing impaired